أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على مجيئكم وتحملكم المسؤولية وأأمل منكم أن تكونوا على قدر المسؤولية في نقل أخباركم وفي درء الفتنة مشكورين أولا أنا أحزنني كثيرا ما يحدث في العراق وأتعبني كثيرا فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع فائق الاعتذار لكن بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس أنا أقول الآن أمشي متعطئ الرأس وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتبرر الوحيد مما يحدث وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار ما أريد أن أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة سواء كان البادئ الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث هذا ما يفرق عدي أبدا القاتل سواء والمقتول سواء وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف ممعه والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان بالأيدي بالقلوب الصافية بالقلوب المحبة لوطنها مو تركض على الرصاص على القاذفات وعلى الهوانات بئسة الثورة هذه بعش تريد بئسة الثورة بغض النظر عن من هو البادئ فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلا ولن أقول بعد الآن إنها ثورة كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري بعد المهم لا أنسه الشكر للقوات الأمنية البطلة التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف الشكر لأفراد الحشد الشعبي الحشد الشعبي أفرادها ما لهم علاقة قد يكون قيادات إنهم علاقة بس للأفراد ما لهم علاقة أدري بهم ما يطلقون طلق وحدة على أبناء وطنهم قول والشكر للقوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة أيضا هم كان وقفت مشرفة لا تقلوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا وأنه العشائر قامت تتقاتل وتريد سعر أبنائها حبيب السنين العشائرية لا نعترف بها محمد الصدر إذا أنت أولاد محمد الصدر محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية الشرع الاقتتال الدم العراقي حرام 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 سواء من العشائر من طرف آخر من التيار من غير التيار ماكو هناك ميليشيات وقحة نعم هناك ميليشيات وقحة بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال ستين دقيقة إذا لم ينسح حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار مظاهرات سلمية ماشي لا مو ماشي حتى مظاهرات سلمية بعد ماريت شنو ذنب الناس من بارحة العصر لليوم رعب مدافع وقاذفات وهوانات شنو ذنبها قاعدة ببيوتها سلمة آمنة أنت تجي تتخلص من الفساد تكتل بالناس لا حبيبي مقاومة ما قبل تقام بالشوارع وبين المدن وبين البيوت بعد ثورة بدل عقلك انسحاب كامل حتى من الاعتصام وان لم تطيعوا لنا موقف آخر اذا ما تخافون على دينكم وعلى عقيدتكم خافوا على وطنكم شكرا لكم اذا عدتكم سؤال سؤالين انا جاهز لا بالسياسة انا ما ادخل وانا قلت انه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي لانه اعتزال شرعي مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وامور اخرى لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل بعد ماكو تدخل خلاصها هي فيما لا فيما لا ما لشغل بعد انا مواطن عراقي ما لدخل باي سياسة ولا اي شيء هو اكو طرف فيها لي ما لدخل رجان بالسياسة لا تسألني ايه بعيدا عن سياسة التمو شرقي امو ايه 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 حضرتك تحدث قبل قليل من المقترب عن ما حد من الذي يعني احضر اوامر من ايه الاشخاص اللي ايه مليشيا الوقحة مليشيا الوقحة لو حالين الفصائل من قليل تحل الفصائل ما شان صاريتي مليشا الوقحة مليشا الوقحة مليشا الوقحة مليشا الوقحة مليشا الوقحة